هي أم الضباب ومدينة الضوء لو حلقت فوق فوق إلى تسعين متراً فوق التايمز سوف تشاهد تحتك كل المعالم وأنت مسترخ مستقلاً ذلك التلفريك الساحر يمكنك أن ترى منه بعين الطائر برج بيكبن جسر الأبراج ميدان الطرف الأغر كاتدرائية القديس بطرس تحتنا لندن وفوقنا الضباب أسلوب جديد يجمع بين المتعة في مشاهدة أبرز معالم مدينة لندن من على ارتفاع تسعين متراً من فوق نهر التايمز وبين كونه معبراً للمسافرين من وإلى أعمالهم بشكل يومي شويدر يكون جزءاً من مشروع كبير يهدف الإحياء الضفة الشرقية لمدينة لندن القديمة حيث موانئ دوكلانس النهرية التي كانت حتى مطلع القرن العشرين بوابة العصمة البريطانية التي تستقبل السفد التجارية المحملة بالتوابل والشاي والخزف وغيرها من البضائع التي ترد من أقصى أرجاء الإمبراطورية البريطانية إبان استهارها وتعظم نفوذها في العصر الفكتوري اقترن افتتاحها بدورة الألعاب الأولمبية في بريطانيا فكانت لمسة جديدة تضف على زوار مدينة الضباب لمسة حديثة علاوة على لمسات معالمها السياحية التي تتسم بالعراقة والتي تول في ذاكرة التاريخ لمئات السنين على شاكلة برج ساعة بيكبن وجسر الأبراج وميدار الضرف الأغر وكتدرائية القديس فولس وغيرها من معالم مدينة لندن لكن هذا المعلم يتميز عن سواه من معالم المدينة السياحية بأنه يجمع بين حدثة المبتكرات العصرية ليس كأسلوب لنقل الركاب فحسب بل ولإطلاعهم على معالم لندن القديمة من على ارتفاع 90 مترا حسب ما حدثنا عنها مدير مشروع تلفريك الإمارات داري برايس هذا المنصر لديه ممتازجة جنوية تلك ممتازجة تحديث تجاهز من المبتقل الهرب إلى المنصر إلى من المنصر في هذا المنصر المدينة السيارة حتى كنت جدا وقد شعرت 4 محل المنصر يجب عليك تحديث تحديث 24 محلات رئيس في كل محلات من أحلات رئيس 10 محلات وشاريكات تنفذ تردين تقنيات تنفذ كل مرة من 30 سن. لذلك يحتاج باكد مصادرات من أجنب إلى الظوال. المنزل من المستقبل تتعامل محذر من خلال الاشتراكات تجهة من أجهزة من أجهزة ثمانية. وشاريكات تنفذ تنفذ من خلال الهاتف تنفذ كل مرة من النجوم. وشاريكات تنفذ تحت أجهزة من قبل الهاتف المستقبل. في جسامة هذا المشروع كأكبر وأحدث مشروع من نوعه في العاصمة البريطانية فإن تشييده جاء في إطار خطة طموحة تهدف إلى تحويل منطقة الموانئ النهرية التي يكاد الدليسيان أن يطوي صفحاتها لتتحول اليوم إلى معلم جديد من معالم المدينة يطل بالزائرين على أبرز معالمها السياحية هذا التجربة لديه مدينة هناك يتقدمات كثير من المدينة فهي أراده فإن متجد لإشارة أرض لما tw cámara تحويل من حين الصفحات هذا المدين يتحل الوحيد من العام الكثير مديني تحويل السياحين لأنها تحويل تحويل مدينة في هذه المدينة وأون من المدينة لفاقات المدينة اشتركوا في القناة ولا يهدف المشروع إلى ربط ثفتي نهر التايمز فحسب بل وإلى خطة أكثر طموحا تهدف إلى ربط بلاد الشرق بالغرب من خلال جسر جوية استقطب رجال الأعمال من اقتصادات الدول النامية في جنوب الشرقي آسيا إلى هذا الجزء من لندن ليكون معبرا لهم إلى بقية البلدان الأوروبية والقارة الأمريكية من خلال شبه جزيرة جرينيج التي تم تشهيد شروع تيلفريك على مقربة منها موسيقى هذا الجزء من لندن يتعامل رجال الأمريكية لذلك نحن لدينا كثير من المشروع ورجال الأمريكية في جرينيج جرينيج عندما في الآن سنوية سنوية سيكون في النامي عام 2012 كان عاما مميزا في حياة اللندنيين حيث اقترن بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي ضيفتها العاصمة البريطانية والتي سبقها افتتاح العديد من الملاعب الأولمبية والمعالم السياحية في المدينة والتي كان مشروع تلفريك الإمارات واسطة العقد فيها في ضوء الشخصيات التي زارت من أفراد العائلة الملكية علاوة على مشاهير السينما العالمية الكبير من الكبير من الإنسانيات، ومعض اخترام عمروز، وطافة في سنوار سنوار. نعم، هذا الشخص سيديد مدينة وحنسانيات فوزنغة، وقد جمهوا بقيت الإنسانيات. في شخص رؤيت نوار سيديه عملية مدينة في المنزلات التي تنظروا أنه لديه بقيته. فهوهو обدي سيديوهات ومعضي حول التعديل. وبصرف النظر عن مكانتها كمعلم من معالم الجذب السياحي للمدينة فإن محطة تليفريك الإمارات تعد جزءاً من شباكة النقل العمومي في مدينة لندن لكن لهذه المحطة ما يميزها عن سائر وصائد النقل من حافلات وقطارات أنفاق وحتى زوارق نهرية The Emirates Airline is part of the Transport for London family Its primary purpose of being here is to support regeneration including being a key river crossing in this part of the Thames This part of the Thames is much wider than you would get in central London so the key reason it's here is that there was a need for river crossings at this particular point but we have created a fantastic experience at the same time and similar to river transport in many ways it attracts a huge number of leisure users as well as people that want to travel in the best way possible in London to get to work وفي غوء المكانة التي تحظى بها محطة تليفريك الإمارات من موقع يطل على معظم معالم المدينة من على ارتفاع شاهق فإن هذا المعلم يشتذب طائفة عريضة من زوار يتنوعون بتنوع مقاصدهم من استخدام عرباتها الحديثة The Emirates Airline is welcome a vast array of different types of customers whether this be families during the school holidays just looking to enjoy the sights of London or whether it be people looking to make their way to work or even find that we attract quite a lot of people corporate people who want to find a very small location for a small meeting room and what more inspiring as a meeting room can you have than taking 90 meters above the temps and enjoying the views of London while you meet so we do really attract quite a broad spectrum of people مشروعة الافريك الإمارات بات اليوم واحدا من كبريات مناطق الجذب السياحي في العاصمة البريطانية في ضوء ما يطرحه من نكهة حديثة تميزه عن بقية المعالم السياحية للعاصمة البريطانية أحمد طه لبرنامج معسل الشرقية لندن